وجه ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وأشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وجه اللجنة الأولمبية لصرف مكافآة الفوز على المنتخب الياباني والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة الأسيوية السابعة عشرة لكرة اليد التي تحتضنها مملكة البحرين مشهدا سموه بالأداء المتميز الذي قدمه جميع اللعبين وتوجوه بالفوز المستحق وسوف تقوم اللجنة الأولمبية بتنفيذ هذه التوجهات وفق لائحة الحوافز بنفس الآلية التي تمت من خلالها عملية صرف مكافآة الفوز في المباريات الخمس الماضية التي حقق فيها منتخبنا الفوز والعلامة الكاملة وذلك تشجيعا وتحفيزا للمنتخب الذي سيبدأ الاستعداد لمواجهة المنتخب القطري الشقيق في المباراة النهائية للبطولة الأسيوية وكان منتخبنا الوطني قد حقق فوزا مستحقا على نظيره الياباني في الدور قبل النهائي بتسعة وعشرين هدفا مقابل ثلاثة وعشرين أمام حجد جماهيري غفير اكتبت به صالة مدينة الشيخ خليفة الرياضية هذا الجمهور الوفي للمنتخب البحريني الجمهور البحريني نعم هذا الجمهور البحريني والفرحة العارمة حاليا في صالة هذه المباراة كل أمنياتنا بالتوفيق للأحمر البحريني في النهائي نبارك أيضا للاتحاد الوطني